بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتك وطبعا ما زلنا في الشركة اللي هي OFB بخصوص التمويل الفوري طيب أنا أكلمتهم طبعا عبر الشات والرجل طبعا أخطأ وكتب 129 باوند وبعد كده كتب 139 باوند ده بالنسبة للحساب اللي هو 25 ألف تمام وطبعا ترك لي اللينك الخاص به الدفع أول حاجة أنا حبيت أتكلم على الشات علشان أشوف أخبار الشات عندهم إيه هل حد هيرد ولا هيترقونا تمام يبقى الشات مفيش أي مشكلة تقدر تكلمه معبر الشات طيب نهبط بقى بالأسفل ما بيهبطش للأسفل طبعا اهو الشات اهو هو الأول حولني البرنامج بعد كده لغيت هذا البرنامج فهو أدخلني الشات ومفيش أي مشكلة طيب نلغي بقى الشات أنا بقى شفت في الموقع ان هو بكام بمية واثنين باوند كلنا شفنا ان خمسة وعشرين الف بمية واثنين باوند طبعا شركات التمويل أغلبها ما بتعلن لان يعني لها تعلن عن كل أسرارها وخفاها أنا عايز أجيب المية واثنين فقعدت أعمل إيه الحساب هنا مثلا بالدولار بمية تسعة وثلاثين باوند لاحظ بقى كده لما عملتوا باليورو الحساب أصبح بكام بمية تسعة وخمسين باوند طيب لما عملتوا بالباوند الحساب أصبح بمية وتسعين باوند يعني هيبقى حسابك خمسة وعشرين الف باوند تمام؟ لما عملتوا بالكندي أصبح مية وحداشر باوند لما جت بقى عملتوا باللسترالي تلقل المية وواحد هي دي بقى المية وواحد باوند هم دي اللي خدوها وقال لك الحساب يا خبيبي الخمسة وعشرين الف بمية وواحد باوند فهمت هم عملوا إيه؟ هتاخد الحساب بعملة الدولار الأسترالي فهمت الشركة يعني والله أسكياء فوق العادة حاجة عجيبة جدا يا سيدي وفي حاجة لو أنت كدبتلي إن هو بالدولار بمية تسعة وثلاثين باوند هو في حد في العالم غير اللي هم المواطنين الأستراليين بيجعل العملة الأساسية في حسابه الدولار الأسترالي؟ كلنا لإما أورو لإما يورو لإما أورو لإما دولار صحة ولا لأ؟ بس قولا واحدا لكن تعمل لي بقى حوارات وفي الآخر تقول لي بمية وواحد لا هو بمية تسعة وتلاتين باوند تمام؟ إحنا كده تأكدنا إن الحساب اللي هو الخمسة وعشرين ألف بمية تسعة وتلاتين باوند لو الحساب هيكون بالدولار أنا من وجهة نظري خليه بالدولار يعني ما تخلهوش ولا بالباوند ولا بالكندي ولا بالأسترالي تمام؟ الأفضل إن أنت تخليه بالدولار لو أنت عاوز تشتري الحساب ويكون العملة الأسترالي وتدفع مية وواحد باوند ما فيش أي مشكلة تمام؟ يبقى إحنا عندنا إيه؟ عندنا الإمكانية إن إحنا ممكن نشتري الخمسة وعشرين وعملة الحساب تكون الدولار الأسترالي ما فيش أي مشكلة تبقى مية وواحد باوند وعندنا الإمكانية إن إحنا نجعلها بالدولار ما فيش أي مشكلة بالدولار هتبقى مية تسعة وتلاتين وبالأورو هتبقى مية تسعة وخمسين وبالباوند طبعا هتبقى مية وتسعين وعندك الدولار كندي هيبقى بمية وحداشر باوند تمام؟ فأنت عندك الخيارين الأفضل إما الأسترالي أو الدولار كندي وعلشان نتأكد إن فعلا البحث الخاص بينا صحيح قدي الخمسة وعشرين ألف طبعا اهو بمية واحد باوند تمام؟ طيب خلينا بقى نجيب الخمسين ألف ونشوفه بمتين وواحد باوند تمام؟ نشوف بقى متين وواحد باوند فعلا الدولار الأسترالي ولا إيه؟ قدي سيلكت تمام؟ فهيطلع لك هنا نشوف بقى الحساب قدي شوز لما تعمل دولار يطلع لك ميتين تمانية وسبعين باوند تمام؟ الدولار الأورو تلتمية وسبعتاشر باوند الباوند يطلع لك تلتمية وتمانين باوند الكندي يطلع لك ميتين اتنين وعشرين باوند والأسترالي ميتين وواحد باوند فهمتها؟ هو بيحسب بيعطيك الأسعار وفقا للدولار الأسترالي فكرة زكية فكرة زكية فخلينا في الدولار بميتين تمانية وسبعين باوند معقول؟ اه معقول أنا بصراحة يعني مش شايف إن هو مغال فيه ده تقييم فوري يا جماعة ده تقييم فوري انت بتدفع ميتين تمانية وسبعين باوند تمام؟ فشوف انت بقى اضربهم في واحد فاصل عشرين يعني نقول ميتين وتمانين فهتضيف مثلا حوالي ستة وخمسين فانت بتتكلم في حدود تلتمية يبقى تلتمية ستة وتلاتين تلتمية خمسة وتلاتين في الحدود ديت تمام؟ فتلتمية خمسة وتلاتين لما اخد حساب بخمسين الف لأ انت بتهزر ده انت في اي ايت وف تي ام او بتاخد الحساب وملزم لانت تدخل التقييمات والتحديات انت هنا بتاخد تقريبا بنفس القيمة لكن حساب فوري تمام؟ فالأمر مجدي؟ اه الأمر مجدي والله يشايف ان الرسوم غالي عليك ادخل خلي الحساب الاسترالي خلي الحساب الاسترالي تمام؟ بالدولار الاسترالي بحيث ان انت تدفع ميتين واحد باوند طبعا احنا لسه بقى مرحلة التحقق بقى من مصداقية الشركة يعني احنا عايزين بقى نعرف مدى مصداقية الشركة خلينا بس نشوف المائة الف هو كمان ب393 باوند الدولار الاسترالي نشوفه بقى بالدولار هيبقى بكام؟ نشوف كده بالدولار هيبقى بكام؟ ما جابش حاجة بالدولار اه 545 باوند يعني اضيف مثلا disability 90 باوند او tenho 90 باوند بعد بسبب تتكلم في حدود مشروعة 640 في حدود 640 635-640 دولار حساب بمئة ألف والله ممتاز مش مغالة فيه ولا حاجة طبعا بالأسترالي أو الحزبة بالأسترالي 393 باوند طبعا بالباوند هتلاقيه مغالة فيه جدا 745 باوند تمام حقيقة لما ذهبنا إلى Trust Pilot الشكاوة كلها شكاوة كلها هي بالداشبورد كله طبعا بيشكر احنا لم ننجح داعو باللي بيشكر احنا نشوف الناس هيا فيه شكوة كل الشكاوة هتلاقيها الديش بورد انا شفت شكاوة كثيرة على هذه الشركة على الديش بورد لكن ما فيش شكاوة تانية اهو مفيش جود تمام طبعا يعني 60 عدد قليل قوي يعني لما تلاقي 60 ريفيوز ده عدد قليل قوي يا جماعة انتم بتهزروا يعني ما عدد يعني ما قدرش اخد به حتى لو العدد ده 60 دولار المئة بالمئة قالوا excellent تمام يعني الستين قالوا ممتازة مش اخد به دولستين يعني العينة نفسها عينة قليلة قوي يعني لازم حتى على الاقل الف على الاقل الف لكن هي واضح ان هي لسه برضو شركة جديدة وتحت المراجعة يعني هي شركة جديدة وتحت المراجعة لكن خلينا بقى يعني نحاول نفتش حولها وكمان في حاجة عجيبة جدا الراجل ده كاتب المراجعة يوم 27 مايو بعد منه مفيش حد كتب مراجعة فدي برضو غريبة يعني من 23 يوليو ل27 مايو فرق كبير انت بتتكلم في حوالي شهرين شهرين محدش كتب تعليق فدي برضو غريبة الشركة فيها حاجات غريبة لكن هل تستحق التجربة تستحق التجربة بصراحة يعني النظام اللي هم عاملينه السيستيم ده غير طبيعي السيستيم غير طبيعي فالواحد يجرب بس يجرب في الحسابات اللي هي 25 ألف في الحدود ديت تمام وتجرب فيه الدولار الأسترالي هنضم طبعا ميزة اتدفع عن طريق الكارت اللي هو الجيفت كارت ده اللي هو الخاص بامازون والحاجات دي تقدر تدفع عن طريقه تمام مافيش اي مشكلة فخلينا نتابع الشركة ونشوف اخبارها واي صديق لو تجربة مع هذه الشركة او يعرف حد لو تجربة حية مع هذه الشركة تكون بس تجربة قريبة يعني مش حد دخلها من ستة أشهر لا واحد يكون دخلها في هذه الشهور ويحكي ان تجربته قال فعلا سحب منها الكلام ده لانه هيشجعنا كثيرا لها الشركة بصراحة مجدية يعني عجباني جدا يعني عجباني وعاوز اضحي بنفسي وادخل اجربها يعني ربنا يوصر الحال ان شاء الله ادخل اجربها لانها تستحق بصراحة يعني لو دفعت البتين وواحد باوند ودخلت اللي هو الحساب الخمسة وعشرين الف دولار يعني بجملة الخسائر يعني نجربها ونشوف لان فعلا لو مش الحال لا موضوع حلو موضوع حلو قوي مع زي الشركة فخلينا ان شاء الله ربنا يوصر الحال نبقى نجربها ونشوف لو حد عنده تجربة حية يوفر علينا بحيث اللي احنا ندخل بقى في الحساب الخمسين لو في تجربة حية يبقى ندخل للحساب الخمسين او الحساب المائة هيكون افضل شكرا جزيلا وبتوفي ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا